مفروض تعمل بومب عشان تعمل بومب وحتى لو اللبن وقف بسبب العلاج اللي هي بتاخده بنعمل معها اكشنس معينة من تمرينات من ان احنا ننشط هرموناتها وبترجع تردع طبيعي حتى لو قفت شهور حتى لو ما بدأتش ردعه وبنها كان في الحضانة الوقت ممكن بعد ما يطلع تبتدي تردعه ده متايح ده عظيم جدا طيب امتى بقى الطفل او امتى نقدر نفرق مثلا او هل يمكن احنا نفرق ما بين الطفل الرضع طبيعي والرضع صناعي في المستقبل هل بيأثر على بنيته طبعا هو مش بنيته بس هو بنيته وتطوره بتأثر على بنيته ازاي اللبن بتاع الام مفيد في كل الحالات ولو انا بتابع الطفل ده في الوحدة الصحية او حدات الرعاية الاولية انا بتابع كذا حاجة فيه بتابع نموه فالطفل اللي بيردع طبيعي بينمو بشكل سليم لان انا بتابعه على منحنايات النمو اما الطفل اللي بيردع صناعي ممكن الاقي عنده سمنة ممكن الاقي عنده نقص وزن لان الصناعي انا دخل لي يد في تركيبه يعني ايه انا اللي مصنعه كمصانع انا اللي بحضره كأم او كمقدم رعاية للطفل فانا فيه نسبة خطأ متاحة فطبعا التغذية ما تبقاش سليمة فممكن يبقى عنده سمنة عنده نقص وزن او عنده مشكلة في الطول لان انا بقيس وزنه بقيس طول او عنده بقى مشكلة وديه الاهم في التطور والتطور دي هي المهارات والملكات بتاعة الطفل اللي هي كل ما يكبر عمره كل ما يتعلم حاجة جديدة فالطفل اللي بيردع طبيعي بيبقى خلاص احتياجاته مستوفى من الامن والامان والاحساس فبالتالي بيبتدي يتعلم كل حاجة حواليه اما الطفل اللي بيردع صناعي بيبقى له احتياجات لازم تستوفى الاول الطفل ده بيبقى مفتقد لحضن ماما فبيقعد يدور على حضن يشيله الطفل ده مفتقد للارتباط مفتقد لمغزيات معينة فبيبقى عنده تأخر شوية في التطور بتاعه والسلوكي بتاعه عن الطفل اللي بيردع طبيعي ده في المرحلة الاولانية اول خمس سنين اما التحصيل الدراسي بعد كده طبعا بيبقى متأثر لان نسبة الزكاء في الاطفال اللي بيردعوا طبيعي اكبر بعد كده كل مرحلة في حياته بتفرق في الرضاعة طبيعي عن السلام انا دلوقتي بس ايه بالراحة كده عشان انا عايزة اقفهم نقطة معينة عشان على فكرة في ده كاترة بتقول غير كده يعني الام النهاردة عشان تردع طبيعي وتوصل كل الفيتامينات اللي محتاجها لطفل مردع طبيعي فقط بدون الاستعانة باللبن صناعي هي محتاجة تكون بتاكل اكل مفيد جدا جدا طول الوقت اكل كتير عشان تقدر ان جسمها يعود النقص اللي بيحصل صح؟ ولا حراط هناك مش قوي يعني ايه الاكل اللي الام محتاجة تاكله لو هي النهاردة حامل بقى او لسه بتردع عشان تقدر تفيد ابنها طيب احنا بيبقى عندنا باكتج تدريب تغزوي في الوحدات التابعة للصحة فمبدئيا هو لو انا هتكلم على مرحلة الحمل الام محتاجة انها تاكل اكل صحي متوازن يعني ايه صحي متوازن ان هو بيحتوي على ثلاث مجموعات التغذية الاساسية اللي هي مجموعة البناء بروتينات سواء نباتي او حيواني مجموعة الطاقة اللي هي الكربوهيدرات والسكريات والدهون ومجموعة الحماية اللي هي الخضار والفكهة بنقول لها هتاخد كم صمرة من دي وكم واحدة من دي وبنتكلم بالوحدات اللي هو مش هنقول كم صعر حراري ونقض نحسب عشان يبقى سهل على الامهات بمستوياتهم والمختلفة الثقافية وبنعلمها تاكل ايه وما تاكلش ايه اما بالنسبة لفترة الرضاح هي مش محتاجة خالص انها ضعف اكلها هي كل اللي بتحتاجه 500 صعر حراري اللي هو ايه مش هيجي مثلا طبق زيادة سندويتش زيادة مش بتاكل لتنين او لتلاتة اما الكواليتي بتاعت الاكل هي دي اللي هتفرق معنا احنا محتاجين اكل متوازن اللي هو فيه التلات مكونات مع مجموعة اللي بتحتوي على الكالسيام اللي هي الالبان ومنتجاتها طيب هي لو انتي حسبتي تاكل قد ايه ممكن لو انا هتكلم على الكالسيام مثلا تلات اربع وحدات في اليوم كوب بيتين لبن حتت جبنة حاجات كلها متاحة مش صعبة على الام على فكرة ده انتي لما تيجي تقول لها نظام تقول لها ايه ده انا هعمل ريجيم ولا ايه دكتورة يعني احنا في الستايل بتاع البترن بتاع اكلنا مناكل ازياد من كده اصلا بس الفكرة ان احنا ما مناكلش المتوازن يبقى اغلب اكلنا جونك فود وكده طيب طبعا لازم تشرب سوائل كتير وفي الحقيقة كل ده عشان الكواليتي بتاعت اللبن بس نرجع ونقول اللي يزود لبن الام هو افراغ السادي وانها تردع كتير الاكل او مهم وانها تاكل متوازن وكده بس الاصل ان انا فرغ السادي باستمرار طبعا بالرضاعة طبعية ولو الطفل ردعه وما فضاش السادي ونام انا ممكن اعمل بمبنج او افراغ السادي زي ما حضرتك ذكرتي من شوية